برج الجدي. رح نشوف طاقتكم ورق عام لمحة عاطفية تحذير ومسج من الحبيب ورح ناخد اوراكل. فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عاملة ان شاء الله تكون ايجابية. طاقة حلوة ان شاء الله تكون لبرج الجدي. عم بشوف طاقة اللي هو آآ من بعد انتظار آآ يعني طاقة انتظار رح تكون في اول الشهر آآ ولكن بشوف بعد الانتظار في حصاد يعني في عندك طاقة آآ طاقة كبيرة لحتى تحتحمل آآ اللي هو الانتظار اللي قلنا عليه ولكن في عندك حصاد في نهاية الشهر انا بشوفها لانه هاي هاي الطاقة عم بتكون بطيئة شوي. فنحنا فتحنا على اكتوبر فعم بشوف لنهاية الشهر لحتى تحصل آآ على الموضوع اللي كنت تحارب عشانه او كنت تنتظره يا جدي. شوف بشكل عام ازان. شدي عندك سفر حبيبي. في عندك سفر للناس اللي كانوا آآ زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تنتظر اليك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر في هاي آآ الفترة. عم بشوف الطاقات قبل ما انسى عم بتكون هواية ترابية بامتياز آآ مائية اكتر شي. عم بشوفك آآ في شخص في شخص ممكن تكون طاقة مائية او هواية. هاد الشخص رح يقدم لك عرض. وانت تكون رح تكون في حيرة ما بينه وما بين امر تاني. هاد الشخص انا شايفة انه اكتر عاطفي الموضوع من ما هو مهني او كذا. هاد الشخص عن جد عم بقدم لك من قلبه وعن جد هو انسان بيستحق انه ينعطى فرصة. فمستغربة ليش انت عم بتصد او عم بتقارن او عم بتحاول تختار. هاد هذا شخص بيمبين بالاوراق. آآ رجع تكرر عنا هون. يعني مصر على طلبه. مصر على خلينا نقول على ممكن يكون على فكرة كمان ترابي. آآ مصر على طلبه. رح يصر كتير. آآ شايف العلاقة مستمرة مع هذا آآ الشخص. مع انك رح يتفكر كتير آآ لانه يمكن شخص شوي آآ الظاهر مش يبين آآ زي الباط الظاهر مش زي الباطن. آآ ما بيعرف يعبر عن مشاعره. يمكن انت فهمته غلط. آآ هذا الشخص رح يرجع باكتر من عرض باكتر من اكتر من مرة. آآ لما احكي عن العاطفة دائما يعني احيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة. آآ عم بشوفك آآ في العمل منهك عم وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل. عم تحاول تشتغل آآ كتير كتير لحتى انه يعني يدوبك تقدر آآ تغطي آآ امور لكن شايفي عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني وخاصة آخر الشهر. رح يكون في وفرة آآ مالية من بعد آآ اللي هو يمكن تضطر انه تاخد فلوس من حدا تضطر آآ انه آآ يعني في في بداية الشهر شوي آآ نقص في المادة آآ ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الأوضاع يجدي عم بشوفك عم آآ بتحط حدود عم تنهي علاقتك بمجتمع بأكمله يعني بأشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي علاقتك بأشخاص كتير وآآ يعني خلص اللي هو آآ ما في فرصة آآ آآ فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة آآ بس آآ اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة آآ آآ اللي فعلا آآ يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح من بعد ما صبرت على هدول الأشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الأزى آآ آآ منهم وخاصة في العمل أنا عم بشوف العمل أكتر شي آآ آآ في عندك عيون عليك في آآ شخص آآ إما ممكن يكون ترابي زيك أو هوائي هذا الشخص كتير عم آآ بي عم بيحاول انه اما يشوه السمعة او انه يعمل لك شي بس آآ ما قادر ولا رح يقدر لانه فيه انتصار عليه آآ انت عم بتهمشه بطريقة فظيعة وهذا الاشيو عم يحرق دمه آآ آآ اكتر واكتر هذا الشخص كمان ممكن يكون آآ عاطفيا يعني عم بيحاول انه يجاكر فيك او كذا ولكن انت آآ عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه آآ ولكن انت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر آآ كبيرة آآ شايف فيه ممكن تكون عندك فيه آلام ارهاق من آآ من كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير ممكن آآ شايفة شوية ارهاق عندك آآ تعب يمكن تتعب بس ليوم واحد او لا فترة قصيرة كتير آآ بعدين تسترجع قوتك وحيويتك سي ما بنعرفك الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله بطريقة حلوة لنا نشوف بشكل عام عن العاطفة بشكل عام عم بشوف آآ علاقة ثلاثية مسيطرة ولكن آآ عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك آآ شايفة فيه بعد عن العلاقة الثالثة آآ ولكن رح تكون هي يعني بارزة اكتر اشي في في النصف الآخر او في النصف الثاني من آآ اكتوبر بالنسبة للمتزوجين آآ ممكن يكون في خلينا المشكلة شوي عابرة شوي فيه شوي تشك شوي تغيرة آآ ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك او من الطرف الآخر آآ ولكن بعديها رح تروق الامور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن انا بتوقع المشكلة لها علاقة فيه علاقة ثلاثية انت فيه قرار معلقه او الطرف الثاني معلقه آآ ما شايفة الامور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن الشهر اللي بعده ان شاء الله يكون احسن بس آآ شايفة شوي في آآ امور معلقة فيه انتظار في آآ بالنسبة للعاطفة آآ بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه آآ ولكن في هذا الشهر انا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية آآ شوي عم بتخرب المواضيع والامور آآ مع انك انت فيه قامل قوتك عم بتحاول انه آآ توقف هذا الموضوع او تنسحب منه آآ ولكن في النهاية انت بتحب الطرف الثاني والطرف الثاني عم بحبك عم بشوف فيه حب صافي بناتكم آآ مع وجود اشخاص آآ كتير حساد او اشخاص آآ عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة آآ ولكن الحب موجود هذا اهم شي يعني موجود بشكل فضيع عشان هيك فيه فيه تعليق آآ للامور قولت آآ نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت آآ بيّنت آآ ازان فيه آسفة لبرج الجدي يعني منو قراءة مش كتير ايجابية طلعت آآ ولكن الحلو في الموضوع انه آآ مستقبلا آآ رح يكون فيه بوادر خير رح يكون فيه آآ خير على بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع انه ورق عاطفي آآ فيه ممكن يكون آآ اشخاص معجبين فيك ولكن انت ما عم تعطي آآ فرص آآ هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص آآ كتير انت يا برج الجدي اما من مرة ما تعطي فرص او عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير آآ اهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الاشخاص اللي جداد في حياتك او اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل معهم في علاقة اذا كانوا هم هوائيين او آآ حتى ناريين آآ شوي نحذر من هذا الموضوع آآ في ادكشن رجع بين عندي ادمان معين على شي معين آآ عم بتحاول انك آآ تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل كراءات تفصيلية طبعا بس آآ عم نعمل بشكل آآ مختصر لحتى ما نطول عليكم آآ خلينا نشوف التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون آآ نفس الكارت اللي طلع مش عارفة لأي برج آآ برضو توقيع على عقد في عندك عقد زواج ان شاء الله ما يكون طلاء يا رب آآ لانه شايفة في قلب حب في حب الموضوع في يعني هذا الموضوع خير مش شر فهو توقيع على اوراق اما تكون سفر او زواج او آآ عمل ففي توقيع عقد بس بقولك احذر انه ادرس آآ الموضوع منيح قبل ما تاخد آآ القرار كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية شغلات لازم تسكرها او شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك اه فتكون حزر شوي يا برج الجدي شوف مسج من الحبيب او كلمة بحكي لك I need time to heal بده بده فترة عشان يسترشي ما هو عرف شو انت عاملو آآ ممكن تكون عكسي القراءة طبعا لانه عاطفية بس وكأنه انت عاملو شي او آآ عم بيقولك انا بس بحاجة فترة لحتى استشفي لحتى انسى اللي صار لحتى آآ يعمل هيلنج فبس بيقولك انه هاي فيها كمان انه انتظار انه انتظرني او شي اآ لانه لو لهيك ما ما يعني ما ببعت لك هاي المسج او ما بيقولك هاي آآ المسج خلينا نشوف أوراكل آآ برج الجدي في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني مصيحة في مين عم بيبني لك قصور في الهوى أو بيت في الهوى أو أوهام بيقولك يعني احذر من هاي المواضيع في مين عم هذا الشهر عم يعيشك بأوهام او عم بيكذب عليك عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع بيقولك احذر من هذا الموضوع حبايا برج الجدي بشوفكم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة